السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاربعاء 12 تموز يوليو طبعا القمر استقر في برج الثور اليوم في كثير من المفاجآت المختلفة ما بين ايجابية وما بين سلبية طبعا السلبية رح تكون على المستوى المادي والمستوى العاطفي ومشاكل العاطفية يعني بسبب سوء تفاهم طبعا القمر موجود اليوم في برج الثور هو الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3.18 دقيقة من عصر اليوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال والأورام ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الثور معناة اليوم منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراء عقار ماه وقضاء وقت ممتع بالبيت مشاهدة التلفاز أو مناسبة عائلية مثلاً بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس واللي تأثيراتها من يوم 11.7 إلى يوم 18.7 طبعاً ذروتها يوم 14.7 ساعة 11 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا وبرضو بتعزز قوة الحدث لدينا وبتمنحنا الابتكار ومواهب للاختراعات وانجذاب برضو لكل ما هو شيء جديد أو لكل شيء جديد وبرضو منعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع بصير في حياتنا من نجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو عن طريق المعرفة وبرضو بصير في بعض التغييرات المفيدة اللي ممكن تخرجنا من الرتابة الروتين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 8.7 إلى يوم 13.7 بتدفعنا لنوع من الكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبرضو بتسبب بنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبعض الأشخاص ممكن يتعرضوا لأزمات قلبية أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 7.7 إلى يوم 12.7 يعني اليوم آخر يوم لا إلها بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة بتجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا بتسببنا اضطرابات نفسية بتدفعنا للخداع بتساعدنا على إنجاز أعمال صعبة وأعمال فكرية طبعا هاي سبب الاضطرابات لأنه هذا عطارد وبين نبتون بعطي إيجابية وسلبية في نفس الوقت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم 4.26 إلى يوم 14.7 طبعا ذروة هاي الزاوية كان يوم 2.7 تخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي الزاوية من يوم 28.6 إلى يوم 12 وهي زاوية من فصلة ما راح تصير متصلة ولكن تأثيراتها قوية وهي بتحدد عودة بعض الأشياء أو الأمور أو الأشخاص اللي بيرجعوا بيظهروا في حياتنا في هاي الفترة وعودتهم هاي بالدعم من وضعنا بشكل أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل هاي تأثيرات الزاوية من يوم 25.5 إلى يوم 14.7 طبعا بالنسبة لهي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وبتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون ذروتها أو اليوم تأثيراتها رح تكون بشكل مباشر أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من الآن وحتى ظهر يوم الأربعاء ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي ذروتها ساعة 12.29 دقيقة من ظهر اليوم الأربعاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء وبتستمر حتى منتصف ليل الأربعاء على الخميس يعني طيلة اليوم تأثيرات هاي الزاوية بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقاب النفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي ذروتها ساعة 44.41 دقيقة بعد عصر اليوم الأربعاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من فجر يوم الأربعاء وبتستمر حتى صباح يوم الخميس بالنسبة لهذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من زوايا يوم الخميس ولكن تأثيراتها بتبدأ اليوم أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه ذروتها الساعة 21.23 دقيقة من فجر يوم الخميس ولكن من ساعة ظهر يوم الأربعاء بتكون تحذروا لأنها بتبلش تأثيرات هذه الزاوية يعني من بعد ظهر يوم الأربعاء وبتستمر حتى عصر يوم الخميس أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب بالمزاج وبيكون عندنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية عشان هيك بتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذو الآخرين دون أن تشعروا وطبعا بتكون تنتبهوا من ساعات ما بعد الظهر زي ما ذكرنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي برضو ذروتها ساعة 229 دقيقة من فجر يوم الخميس وبتبدأ تأثيراتها من ساعات بعد عصر يوم الأربعاء وبتستمر حتى بعد ظهر يوم الجمعة بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها كعمليات كبرى عمليات صغرى ما في أي مشكلة اللي هي العنق والحنجرة أو ما يتعلق بالعنق تحديدا والأعضاء اللي بتحتويه ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل وهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لغاية ساعات الظهر تقريبا أما ما بعد الظهر عشان زاوية اللي رح تصير مع الزهرة السلبية فما بنصح فيها هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثعور معناة خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس بيبدأ تقريبا الساعة 16 دقائق من صباح يوم الخميس وبيستمر حتى تمام الساعة 27.25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 10.53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة 21% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيد الآن بنسبة 30% في ساعة الفجر بتصير سعيدة بنسبة 70% القمر في الثاورة حتى يوم 13 سبعة سعيد بنسبة 30% عطارك في الأسد حتى يوم 28 سبعة سعيد الآن بنسبة 45% في ساعة العصر بصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 25% الآن في ساعة العصر بصير منتحس بنسبة 50% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% ياريت اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو الشير أو ما سبش علي أو ما انتقدش أو ما وجهش وقال كذاب وشو هتوقعات الكذب قبل ما يصير اليوم يعني عادي هو بيعرف بالغيب بيعارف بكرة شو بدي يصير واللي عنده بعض الانتقادات أو الملاحظات على الصوت أو على أي شيء يكتب ليها بالتعليقات وبارك الله فيك ويعني إذا ما لقيت لك أي شيء تحكي فيه عادي صلي على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات ممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إشي إنك تتشجعوا ممكن اليوم تعالجوا بعض المسائل الإدارية أو التمويلية اللي بتطلب توقيع ومتابعة لدى مؤسسات حكومية أو مراجع معنية أو بنوك أو أشياء من هذا القبيل ولكن اليوم في مفاجآت على المستوى المالي ممكن تحصلوا معلومات أو بعض الأموال اللي ما كنتوا تتوقعوها ولكن بعض موليد برج الحمل ممكن يكون عندهم مصاريف تجيهم بشكل مفاجئ إما بسبب الهروب من الواقع أو بسبب التبذير أو بسبب أنه جاي عباله يصرف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقاتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط أكثر من يوم أمس وبإمكانكم أنكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا القمر بما أنه موجود عندكم في هاي الفترة فبيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبيدعوك الجولة بدل جهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم مع الآخرين يعتبر هذا اليوم من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما حاول أنك تأخذ المبادرة بأي اتجاه باللي بترغب فيه باللي بتفكر فيه وحاول أنك تكون شجاع ولكن بدون ما تفرض سلطتك على الأحبة وبدون عصبية بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا القمر لغاية يوم الغد موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم برضو بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوظ موكنة عنو من الركود ومراوحة المكان ما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمال وممكن يعني تنزعج من تصرف أحد المعارف لأنه ممكن يخذلك بتصرفاته أو بكلامه أو يوعدك بشيء وما يوفيه فبدك تكون متهيئ برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته وبترافقك رياح مواتي رغم الضوطات يعني تحسس من تصرف أحد الأصدقاء أو أحد المعارف بدك تكرر المحاولة إذا ردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مميز للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين وهذه فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي وعلاقاتكم مع طبق راقي مثلا أو أشخاص داعمين لإلكم ولكن ممكن اليوم يكون في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم إشي أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في نوع من أنواع الصعوبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا بالاتصالات والسفريات وممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بالسفر والاتصالات مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة وبشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك وفيها نسبة عالية لسفر محتمل لبعض موليد برج العذراء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكروا بمستقبلكم وراحة شيخوختكم حاولوا أنك تأخذوا المبادرة بالاتجاه المذكور الأجواء جيدة على المستوى الأموال المشتركة وبرضو ممكن أنك تقدم بعض التنازلات اليوم أو تتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات الأجواء جيدة على المستوى المالي وبيحمل بعض المفاجآت المالية أو الأخبار عن وضع مالي معين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا من الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فعشان هيك بدك تكون صبور وما تتدمر الفترة هاي خالية من الحضل لأن القمر مقابلك تماما فممكن تستغلها بتعزيز شراكاتك المالية أو العاطفة ولكن بدون مشاكل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنتوا عندكم قدرة كبيرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاح والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي ممكن اليوم يكون عندك بعض المراجعات الطبية أو المراجعات الصحية أو عمل جديد أو تقديم طلبات عمل أو إنجاز وإتمام بعض الأعمال المهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنك ما تستسلم بالكرر المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر أو المشاركة في رحلة أو أجواء رومانسية ونجاحات عالية جدا ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة إن الأجواء عاطفية وجميلة جدا فلازم تستغلها أيضا بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانك تعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك أهم شيء برضو أنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للي بيحتاجها وخصوصا من نطاق العائلة اليوم رح يكون في عندك اهتمام العلاقة بالبيت أو العائلة أو المسكن ترميم تصليحات أو حتى بعض الالتزامات أو حل مشاكل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي اليوم وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي فيتعاملوا معك تفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وبتقدر تكرر المحاولات السابقة إذا كان في أمر وما مشى معاك تقدر اليوم تعيد الكرة مرة أخرى وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم الأجواء جيدة وقدرة الإقناع عالية على المستوى التجاري أو المناقشة أو الحوار أو الامتحانات طيب هيك إحنا منكون خلصنا يا ريت اللي ما حط اللايك أو الديسلايك أو الكومنت أو الشير أو سب علي أو رقص أو نطلي أو عمل جنباز أو رقص بلي أو أي شي يعني سولكم إيش بهالكبسات اللي تحت يا جماعة الخير ما عدا كبسة الدعم والتشكرات والتبرع بفلوسها دولا انسوهن ما حدا يركز عليهم يعني بكفيها يكونوا بتسمعوا الحلقة يعني نضغط عليكم زيادة بارك الله فيكم وعليكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر